مارلين مونرو أيقونة الإغراء والزمال في فترة الخمسينيات ولدت في 1 يونيوم عام 1926 وبدأت نشوارها الفني كعارضة عزياء إلى أن أقنعها هاورد هيوز بأن توقع عقدها الأول مع شركة أفلام فوكس وذلك عام 1946 استطعت مارلين مونرو أن تصبح نجمة هلوود الأولى من خلال تقديمها العديد من الأفلام إلى أن عثر عليها منتحرة في منزلها وذلك في 5 أغسطس عام 1962 خضعت مارلين مونرو قبل وفاتها بثلاثة أسابيع لجلسة تصوير بأحد الشواطئ الهادئة في ولاية سانت مونيكا بعدسة المصور العالمي جورج باريس وفيما زاد أعلن عنه في لندن في عام 2015 تم بيع ثمانية نصخ مطبوعة لصور مارلين مونرو في هذه الجلسة يذكر أن جورج باريس كان ينوي نشر هذه الصور في كتابه الذي يروي السيرة الذاتية لمارلين ولكن تراجع عن هذا القرار نظرا لنهايتها المأساوية